بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظتي كاركوك من فتاة ولدت في عائلة كانت تختلف عنهم جميعا من حيث طموحاتها وكذلك محبتها لأهل البيت عليهم السلام ولكنها عاشت مجبرة على كل شيء حتى دب بها اليأس وملت الحياة ولكن صاحب الزمان سلام الله عليه بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى حقق لها كل ما كانت تتمنى تقول أنا ولدت في عائلة لم أخترها أبدا من حيث العدد مع الأسف الشديد بأن الآباء والأمهات عليهم اليوم أن لا يفكروا فقط في الإنجاب ولكن هل يستطيعون أن يربوا أولادهم وبناتهم بالشكل الصحيح؟ هل يستطيعون أن يؤدوا حقوقهم جميعا؟ هل يستطيعون أن يوصلوهم إلى طموحاتهم؟ هذا ما لم يفكر فيه الكثير من الآباء والأمهات ولذلك ولدت في عائلة كثيرة الأخوة والأخوات كان أبي نادرا ما كان يحدثني بل إنه يمر عليه يوم وأكثر من يوم لا يهتم إن رآني أو لم يرني وهذه تعتبر مشكلة كبيرة وجرح عميق خصوصا عند البنت التي تنتظر أباها عند الباب دائما وأبدا كان يكتفي بابتسامة خفيفة ونظر فيها عطف كم كنت أحتاج بأن أجلس بجنبه ولكننا كثر وكان مجغولا دائما وأبدا في الخروج من البيت أما أمي التي لم أفهم شيء من حياتي معها كانت دائما وأبدا متعبة لأننا كنا كثيري الطلبات وعندما تريد أن تجلس وأريد أن أحدثها تقول أنا الآن متعبة أريد أن أنام قليلا لدي خبز لدي تنظيف لدي كذا بهذه الصورة مات الطفولة تماما وكنت يعني كالشيء المضاف إلى البيت كالشيء الطفيلي في البيت لا قيمة له بل إن الأساس فيه فائدة أكثر مما أنا فيه أجبرت على دخول مدرسة ابتدائية يعني قديمة جدا وطلابها غير جيدين مطلقا مع أن هناك مدرسة أخرى ابتدائية جيدة ولكن حالة أبي التي كانت بسيطة وغير ميسورة أجبرتني على البقاء في هذه المدرسة لدي طموحات ولدي أفكار ولدي نشاط ومخيلات في الإبداع ولكن لم أستطع أن أحقق شيئا منها لأن المدرسة ليس فيها أي إمكانيات بل إن البعض يسخر منك حتى المعلمات عندما كنت أخبرهن عن بعض أفكاري يسخرن مني ويقن لي بنص العبارة انت هواي بطرانة ادرسي درسك ويكفي دخلت المتوسطة والإعدادية وأنا أعيش بهذه الصورة دائما وأبدا أجبر على كل شيء حتى أننا عندما كنا نشتري الملابس كانت أمي تجبرني على لبس هذه الملابس دون تلك لم أختر شيء في حياتي أبدا وكذلك في مسألة السفر إلى مكان معين الذهاب إلى الأهل والأقارب كانوا لا يأخذون لنا رأيا وكأننا مجموعة من الخراف أو النعاج اذهب يمينا اجلس الآن واذهب يسارا بهذه الصورة تتحطم شخصية الإنسان نعم أعترف بأن أمي قد عملت ما عليها بكل جهدها وأبي كذلك ولكن لم أرى شيئا من السعادة وكذلك أخوتي وأخواتي لم يحققوا شيئا لأن كثرة العيال مشكلة كبيرة تحتاج إلى جهد كبير جدا وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب العوائل الكبيرة لا يأتي نتاجها جيد في كل مستويات الحياة هنا وقعت المشكلة الكبيرة عندما انتهيت من الدراسة الإعدادية وبحمد الله كنا نحن جميعا في البيت من أخوة وأخوات كلانا يساعد الآخر في الدرس والتدريس إلى غير ذلك والمذاكرة عندما أردت الدخول إلى الجامعة كان أبي يريد أن يفرض علي جبرا أحد أقاربنا للزواج قال يكفي أنت الآن أصبحت مؤهلة للزواج وأنت عليك أن تتزوجي جيد هس أنا الآن قد آمنت بأنه لا بأس أترك الجامعة وأتزوج نتيجة الضغط الكبير ولكن حتى الزوج أجبر عليه أنا أجبر على ترك الدراسة وأنا غير مقتنعة ثم أجبر على رجل لا أحبه ولا أريده وسمعت عنه كثيرا بأنه غير جيد هنا وقعت الواقعة التي لم أستطع أن أدفعها أبدا بدأ أبي يلح علي أمي كذلك وأقول لهم بنص العبارة الزواج لا يكون فيه إجبار الزواج هي موافقة بين طرفين وأنا لا أريد العيش معه لا يجب أن تتزوجي وأن تترك الجامعة ويجب أن تتزوجي من فلان بهذه الصورة ماذا أفعل أنا بهذه الصورة؟ ليس هذا هو حالي بل جميع يعني حال هو جميع أخواتي وإخواني هم عليهم التنفيذ فقط عشنا جبرا في جبر في جبر لا يوجد هناك اختيار أبدا لأن أبي صراحة نعم كان يبذل جهد في مسألة إطعامنا وكسوتنا وإلى غير ذلك وتوفير مسلزمات الحياة ولكنه لا يعرف معنى للنقاش وإعطاء المجال والحرية قليلا وكذلك مسألة بأنه يعتبرك إنسان وبأنك أصبحت مسؤول عن نفسك ولديك أمنيات لديك طموحات لديك اختيارات خصوصا في مسألة الزواج هو لا يؤمن بذلك لأنه يقول كان أبي قد فعل معي بهذا الشكل زوجني من فلان من أقاربنا وأنا لم أرها أبدا أقول له بأن ذاك الزمان وهذا زمان لا أبدا بهذه الصورة نحن نتزوج هنا وقع في قلبي باليأس وعلي أن أجد لنفسي حلا قبل أن أغرق في بحر من الأحزان أغرق فيه على طوال حياتي ماذا أفعل؟ قلت أسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى بما أن أمي لا تستطيع أن تفعل شيء لا تحرك ساكنا أخوتي وأخواتي لا يحركون ساكنا في هذا الموضوع فقلت أتوسل بالله سبحانه وتعالى وكذلك أتوجه دائما وأبدا للكتاب المعروف كتاب مفاتيح الجنان أقلبه هل من صلاة هل من دعاء هل من استغاثة هل من ندبة إلى غير ذلك فوقعت عيني على صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام صراحة وكاني وجدت كنزا كأني تنفست توا الحياة علمت بأنه إن شاء الله الأمل موجود صاحب الزمان موجود ولا يحلي المشكلة مستحيل بدأت أتكلم معه ليليا يا مولاي يا صاحب الزمان من لي غيرك؟ من لي غيرك؟ إذا تتركني بهذه الصورة أين أذهب؟ أين أفر؟ أنت أبان في هذا الزمان لا أستطيع أن أذهب لغيرك أبدا وبدأت أتحدث معه وأشكو إليه همومي خصوصا بعد الانتهاء من صلاة الاستغاثة بالإمام الحج عليه السلام حتى جاءت تلك الليلة التي رأيت فيها بأننا في بستان وهذا البستان جالس فيه أبي وجالس فيه أمي وأخوتي وأخواتي وإذا بصاحب الزمان سلام الله عليه يدخل إلى ذلك البستان وعندما دخل كانت هناك مجموعة من الأشجار الذابلة والأوراق المتساقطة على الأرض كذلك يوجد هناك نوع من الزهور البيضاء والحمراء والصفراء كان الذابلة أيضا إلى غير ذلك بمجرد أن دخل أدخل معه الحياة الشجر رجع أخضرا ما شاء الله الزهور رجعت نظره وملأ المكان العطر إلى غير ذلك وقف أبي وأمي إجلالا لصاحب الزمان نحن كذلك وقفنا إجلالا له بعد ذلك ماذا فعل؟ أخذ صاحب الزمان سلام الله عليه بهذه الزهور أخذ بيده تلك الزهور بأكملها أشار إليها فأصبح سبحان الله كباقة كبيرة بيده ثم بعد ذلك أخرجها وكان هناك مجموعة من الشبان الذين من خلفهم يقفون آباء وأمهات علمت في قلبي بأنهم عوائل متعددة وبعد ذلك عندما وضع هذه الباقة بعيديهم بدأ كل شخص يأخذ من الباقة وردة إلى غير ذلك وكان هناك أيضا نساء بهذه الصور على كل حال جلست عند الصباح وأنا فرحة مسرورة على هذه الرؤية المباركة بأننا إن شاء الله سيكون الاختيار ليس من قبل أبي وأمي إن شاء الله سيكون الاختيار من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه كنت أصبر وأرفض ما زلت صابرة ورافضة حتى ماذا؟ حتى يتحقق ما رأيت أخبرته أخواتي بهذه الرؤية المباركة وعندما أخبرته أبي وأمي كانا يحترمان هذه الرؤية ولكن الإلحاح ما زال مستمرا لماذا؟ لأن هذا الشاب من أقاربنا هو وأهله ما زالوا يلحون على الأمر حتى جاء أحد أقارب أمي وليس أبي جاء أحد أقارب أمي بالصدفة ولكن ليس بالصدفة وإنما بالتخطيط الإلهي بتخطيط صاحب الزمان سلام الله عليه كان يعيش في الخارج وجاء إلى العراق وهذه قاعدة معروفة جدا 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 عند الذين يعيشون في الخارج عندما يصل بهم الأمر إلى الزواج فهو لا يتزوج من إمرأة أجنبية أو من غير جنسية إلا ما ندى وإنما يتزوج عراقية كما هو عراقي فجاء فورا هو وأبوه وأمه وأخوته إلى بيتنا تعجبنا حتى أننا لم يكن لدينا خبر بأنه قد جاء إلى الخارج وأمه قالت فورا أنا أريد أحد بناتكم لولد هذا لأنه يريد أن يسافر باستعجال وأنتم تعرفوننا جيدا وتعرفون أخلاق ولدي وهو ما زال هناك يعمل ويدرس ونحن نريد أن نحصنه عن الفساد الموجود هناك ولا نستطيع أن نأخذ له زوجة من أي مكان من أهلنا من أقاربنا أفضل فعندما وقعت عين أمه علي فورا قالت أنا أريد فلانا لولدي هذا بعد إلحاح كبير وتدخلات وإذا أبي قال بأن فلان يريد فلانا فإذا بأبي هذا الشاب بأب هذا الشاب قال أنا أتكفل أنا أتكفل بإقناعهم بأنه لا نحن نريد فلانا أنا لدي كلمة عليهم جميعا وسبحان الله تزوجت وبعد أشهر بحمد الله عز وجل سافرنا إلى تلك الدولة وهناك حققت سبحان الله جميع أحلامي أولها بأني أكملت الدراسة الجامعية كذلك لدي هوايات من ناحية الفان والرسم إلى غير ذلك كنت أمارسها بكل هدوء وأعطاني الله سبحانه وتعالى رجلا بحمد الله يهتم يهتم بأمور أهل البيت بل كانت الحسينية الموجودة هناك هو الذي كان يديرها بأكملها يديرها بنفسه بأكملها وكنت بعد ذلك أساعده في ترتيب العزاء للنساء وأضيف أشياء جميلة هذه الحياة التي عشت فيها جبرا في جبر في جبر الحمد لله صاحب الزمان زوجني من شاب دائما وأبدا يضع الاختيارات بين يدي وما هو ملائم لي وله ولأجل الأسرة والعائلة كنا نعمله هكذا صاحب الزمان يفتح الخير كله أمام الآخرين وبحمد الله عندما سافرت ما مرت إلا أشهر قليلة وأبي تغير أمي تغيرت تزوج أخوتي وأخواتي باختيارهم باقتناع هكذا عندما يضع صاحب الزمان يمناه في أمر معين يضع أنفاسه شريفة في مشكلة معينة في حاجة معينة كيف لا تتحول إلى الفرج بحمد الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر